السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لالة فاطيمان وما ان شاء الله وصفة جديدة نحضر معكم ان شاء الله لبيض مسلوق بوح طريقة اللي مختلفة على المعتد صراحة بالنسبة لهذا البيض هذا فكي يجي رائع جدا كي يجي الديد بزاف كنصحكم جربوا هاد الوصفة هذي في الفطور دي الرمضان دغية دغية كتوجد وكتجي كما قتلكم الديدة بزاف قبل ما ابدو الفيديو كوالعادة مانساش تدعموني ولايك دي لكم باش تجعوني بجائما ان شاء الله نجيبكم وصفة اللي يكونوا جداد وحصريين كذلك تقول ما راك تشوفوني فمنساش شاركوا في القناة سفعلوا درس باش ايما توصلوا بجائد ديالي مانداب لما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة للمكونات فغنحتاج هنا ثلاثة ديال الحبات ديال البيض وكذلك هنحتاج هنا عندي واحد الحبة ديال البطاطا فأول حاجة كنديروها كنحا نضيفوا عليه الماء كنضيفوا وكاية الماء حتى كي يغطسنا البيض باشكا يعني اتفادوا البيض يتطرطق معاكم لكم كي تسلاق ما الافضل يلو الوكاية وحشوية ديال الملحة غير شي شوية لما بغيتوش ما شي مشكل غير هو وخصكم تسلقوه على نار اللي تكون مهيلة باش ما يتطرطقش مهم هنا مباشرة غندوزوا ان شاء الله هنسلقوها خليه خمستاشر دقيقة حتى يتسلاق وفي هادلوقيتها هدي فغنرجعوا ونقشروا الحبة ديال البطاطا اللي عندنا بالنسبة للبطاطا فانا استعملت هنا واحد حبة اللي متوسطة اللي لابغيتو كتروا كتروا ماشي مشكل كذلك بالنسبة لهاد الوصفة هدي لابغيتو يمكن لكم تديروا سواء البطاطا الحمراء او البطاطا البيضاء يعني بجوج بهم كي يجيوا ناجحين فهاد الوصفة هدي للاحظتوا معايا فكنحاولي هكايا النبشر البطاطا ديالي مزيع في الحكاكا كنبشروها في الجهة اللي كتكون غريضة فاتشكل هدايا بالنسبة لكم إلا ما توفرتوش على هادل حكاكا هدي يمكن لكم تقطعوها طريفات صغيورين ورقوها مزيان اللي حتمعايا فخليتها جانبان هنا عندي المطايب عندي نادرت وحشوية ديال الموخ اللي تحتغلها مزيان اللي بطباقي عندي كتلاق مباشرة كنجيب المطايب وكنكبو فوق هاد الطاطا هدي بشكل البطاطا ديالي مني كنطيبها يعني ضغيا كطيب بحالي تقولو هكايا كتلاق نص سلقة يلا كدخلها الطياب واحد شوية انتم اللي قطعتوا البطاطا ديالكم مربعة صغيورين حاولوا فادقيت اللي كبيت عليها انا المسخون ثم حاولوا ترجع حاولوها فوق البطاطا اه تغليها كايا واحد دقيقة مويم ما علينا هنا يكن حاولوها كايا نصفوا البطاطا ديالنا اخليها جانبا بشكل كايا كات شوية يعني كات قطار في نفس اللحظة يعني كتزيد ترطاب من دك بدك سخونية ديال الما مويم هنا يا البيض ديالي فوجد مباشرة كننضفوه كندوز يعني نقشرو بالنسبة لكم ديال البيض يمكن لكم ديرو يعني اش حال ما بغيسوا كل ما كترتو البطاطا زيدو يعني كترو البيض هنا يا بعد ما اخسلت البيض ديالي ونقيتوه مزيلا مباشرة غاندوزو نبشروه بنفس الطريقة اللي بشرت بها البطاطا كنحاولوها كايا ونحن كنبشرو كان هبطوه الدانا غير التحت بشكيا كيجينا البيض كبير يعني كيجيو الطريفة ديالو كبارين كامقاوغيت كان هبطوه للجهة التحتانية باش كيتتبشرو كيجيزوين مويم هنا يا غانهزو وغاندوزو نكملو الوصفة ديالنا فهدوقيتها هادي فالبطاطا ديالي طابس ولا ترطاية طبع مباشرة فاللقيتها هادي غاندوزو نغسلوها ونعصروها مزيان ذاكلم اللي كيكونوا فيها ضروري ما تغسلو البطاطا فالمرحلة هادي حيث مني كنكبو عليها المطائب كتبولي كيالبطاطا كيطلق لنا واحد المادة لزيجة يعني ما كتبغيش تتعثر وانت تجربوا عدا تفهمو لذا من الافضل كبو عليها واحد جوية ديال المبارد انضفوها كي باش كتطيح عفوان ذاك المادة اللزيجة اللي كتكون فيها غاندوزوها مزيان بيداكم هنها مباشرة عنضوزو تبلول البطاطا ديالنا نضيف لها واحد شوية ديال الفلفل اسود ليهو الافزار كذلك انضيف لها وحد رشة صغيرة ديال الزعتار وواحد شوية ديال الملح بالنسبة لميلح الكيبقى عليه حسب الدق ديالكم ونضيف كذلك وح شوية ديال بودرة ديال التوم هلا ما توفرتش عندكم البودرة ديال التوم centavi فكي يكونوا اكتورو تومة العادية فرص نظيفو الصغير مزيان كتروش تومه بزده هنا مباشرة عنضوزو نضيفو البيض غاناحتاج هنها حبة وحدة دي البيض اللي غنجمع بها الخالد دينا صراحة بنسبة لهذا الوصفة هدي كتجي لديدة بزف وكن نصحكم نجربوها خصوصا كيف الفطور دي الرمضان هلان هي غنضيف جوج دي الملاعق صغار دي الدقيق بالنسبة للدقيق فالدور ديالو غنشرحوكم ان شاء الله فيما بعد فهو ضروري في هاد الوصفة هدي مهم هنين بعد ما اضفت الدقيق فكن حاولو هكين جمعو الخالد دينا مزيان باش كينسجم لنا ذك الدقيق في البطاطا ومباشره غنحتاجو هنا الوحدي ميقلات ليسكون غير لا سيقاك نحاولوك كيندهنوها مزيان بالزبدة إلا بغيتو ديرو الزيت ديروه غير هو لا درتو الزيت خصو يعني المقلة يكون سخون خليوا المقلة حتى يسخون ومن بعد ديرو الزيت وخليوا ذلك الزيت حتى يسخون وعضفوا الخالد ديالكم ووزعوه لكن لا درتو الزبدة يمكن لكم ديروها والميقلات باقي بارد ماشي مشكل مهم بالنسبة للدقيق اللي قلت لكم يعني دارو يخصكم ديروه الدقيق كيخلي هاد الوصفة هادي مني كنديروها فوق النار ما كتتتحمارش بسرعة باش هكايا البطاطا كيتتتعطال الوقت اكتر باش طيب اززيد يعني يدخل في ها الطياب حيث دكي الجوج معالقة ديالدقيق اللي اضافنا ما كيخليوش الوصفة ديالنا تتحمار بسرعة مهم هدا هو الدور ديال البيض بغيتو عفوان هدا هو الدور ديال الدقيق ما بغيتوش تديرو الدقيق ديروها كيوح جوج بيضاس حيث اصلا البطاطا عدنا مسلوقة نص سلقة متخافوش ماذا القضية يعني البطاطا مضطيبش ولاشي حاجة هنا لاحطوا معي غطيتها وخليتها تحت النشفات مزيان هنا يازدت غطيتها مرة اخرى باشا كيكا تتحمار كما قلت لكم في الاول يعني ديال الدقيق ما كيخليش البطاطا ديالنا تتحمار دغية وحنا اصلا في الصالح ديالنا البطاطا ما تتحمارش تغية حيث عدا نديرو لان شاء الله الحشوة هنا لاحطوا معي بعد مقلبت هالجيها التانية فكن حاولو هكا نديرو لها واحد حشوة اللي بصيطة صراح انا هنا يدرت لاصوستومات بقتلي من البيتزا انتوما لما توفرتش عندكم يمكن لكم تديرو هكا واحد الرشة واحد عفوان واحد جوج معالك كبارك واحد الرشة كبيرة ديال الكيتشوب توا صراحة كيجيزوين ولكن لا توفرت عفوان عندكم مو يسمحوا لي بزا صراحة صد ديالي شوية عيان كيما قلت لكم الاس وفرت عندكم طماطن يعني من السماء بالتوابل ديال بيتزا فيكون افضل هنا يا غنضيف البيض اللي عندي مبشور كنحاولو هكا نوزعوه مزيان هاتشكل هدا وغنحاول نضغط عليه واحد شوية بليد ديالي بيش كيتتبز يمكن لكم ديرو الطون اللي بغيسوا تزيدوا هكاية الطون في ماطيشة ديرو منو الماطيشة وعدديرو البيض لكن صراحة انا كمفضل ديرو الوصحة اللي هي صراحة كتجيل ديدة بزاف هنا يقدرت وح شوية الفرماج حمار وغندير كذلك وح شوية الموزاريلا باشاك هي كتجيني شوية معلكة وغنغطي هاد المقلاد ديالي وغنخلي هاد الجوبن هاد احتى يدوب وفي نص اللحظة تتحمر لي البطاطا ديالي وح شوية من التحت هنا يغرش علي بعد شوية الزعتار هنا يلاحظوا معايا الفرماج داب غنشوف واش تحمرات من التحت هنا يبنت لي بقى شي شوية غنغطيها ونخليها ديت تحمر وضروري ما تكون العافية مهي لا قريبة تطحو بشكية البطاطا دياليالكم كتطيب على خطرها وكذلك الجوبن كيدوب وما كتحت تارقلكم شو طبقة التحتانية مهم هنا غنزينها من بعد موجدات هندللوح شوية ديالربيع ونقدمها صراحة كتجي زوينة كما قلت لكم ويمكن لكم بالنسبة للحشوة الفقانية تديروا اللي بغيتوا يمكن لكم تديروا الحشوة اللي كتديروها في البيتزا تهيا كتجي صراحة زوينة انتم كتبادعوا كما بغيتوا في الطبقة الفقانية ولكن كما اشاركت معاكم انا صراحة البيض مسلوك يجي واعر مع البطاطا كيكون هذا هو شكل دياله لاحظوا معايا كتجي معلكة وكتجي طايبة من الداخل وكتجي البطاطا ديالنا محمرة من الداخل لاحظوا معايا كيفش كتجي صراحة كتجي رائعة جدا اهنايا غنوريها لكم عن قرب كتجي البطاطا طايبة لاحظوا معايا ما تخافوش باتاتا من البطاطا يا ناس وقال خضره ولا شي حاجة اصلا احنا اضفنا لذك المطايب ورطابس مهم دو قليل انا نودعكم مع السلامة نتلقى فيديو اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة